السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في هذا الفيديو كانتمنى يلقاكم كلكم بخير على خير في هذا الفيديو بتنشارك معاكم الخدمة المعلم حسن راكن سبق وضعت لكم فيديو على الخدمة ديالو واتصلوا به الناس وخدموا عنده هاد الخدمات وبعد نشاركها معاكم مادم هاد الخدمة كانت للمسابعين ديال القناة بغيتكم هكا تشوفوها وتاخدوا افكار اكتر وتعرفوا كيفاش تطفو هاد الحجر الطبيعي باش يعطيكم واحد الجمالية بالاضافة ان هاد الحجر الطبيعي را معروف انه كيكون مقاوم من تأثير ديال العوامل الخارجية بحل الحرارة والرطوبة فتمنع التصاربات ديال المياه من خارج الى الداخل كيعالج مشكلة ديال الرطوبة في الحائط الى كان عدنا مثلا شي حائط عدنا في هاد المشكل ما تتنفعش مع السباغة فكيكون الحل الافضل هو الحجر الطبيعي او تحجرت اذا كما كتلاحظو بنسبة الحجر الطبيعي دائما تكون داير با ذاك المورور او الباقيت كل واحد كيفاش كيسميه هاد الشيغ يخلي عنده واحد الجمالية اكتر وكذلك كيكون لفينيسيون يعني مثلا بغير نكمله شي حاجر حيث بسباغة او بحاجة اخرى كيكون لفينيسيو زويني لان تكون داك الباقيت فاصل اه بالنسبة لهاد الحجر الطبيعي رافي العديد من الالوان يعني ممكن تختاروا الالوان اللي كتشوفو انه ممكن ناسبوكم بالنسبة لهاد الواجهات خدمت بالحجر الطبيعي باللون الابيض والاسود اه بالنسبة لهدوك السوائرات او ما غيت تغلفو بالحجر بالنفس اللون اه بالنسبة لهدوك السوائر اللي كتشوفو معي بالحجر الطبيعي واللون الابيض غيتعودوا بواحد سباغة خاصة بالواجهات باللون الابيض ايضا هنا اياه غا نخليكم تشوفو نظرة شاملة على الواجهة قبل ما ندوزو الخدمات ثانية دي المتابعين ايضا دي القناة باش تشوفو كيفاش خدمو ايضا هاد الحجر طبيعي بالوان اخرى وباشكال اخرى ايضا نظرة شاملة على هاد الواجهة حاجاته وخارها مازالة مكملاس في الشكل يال هاد الحجر تيجي زوين بزاف كيعطي وحد الجمالية بالاضافة للقوة ديالو وصلابة ديالو المقاومة ديالو ايضا نشوفو معي هنال الحجر الطبيعي بالنسبة للداخل فهدا المدخل تسوضع هاد الحجر الطبيعي في الجهتين كنوع من الديكور لي اعطى وحد الجمالية لهد المدخل الخدمة دائما دي المعلم حسن يجب عليكم الرقم في الشاشة لديكم اي خدمة ديال الحجر الطبيعي او ديال الرخام ديال التازة فهو رتيخدن في جميع المدن ديال المغرب لاحظوا معي هاد الشكل ديال الحجر الطبيعي كتجي كلها حبة اللون ديالها مختلف على الاخرى وبتالي يعطي واحد جمالية بنسبة لهاد الحائط كذلك غدي يحمي هاد الحائط من اي مشكل ديال التصرب ديال الماء من الخارج للداخل اي غدتشوفوا كذلك معي الديكور اللي توضع بجانب البسين اللي توضع بلونين غد نقربكم من هاد الصور صور الداخلي وهاد الحائط بالضبط جيح اللي بسين توضع في هاد نوع ديال 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 مشكلة بنوعين من الحجر الحجر اللي بتوضع فيه سلال المال يكون نازل على البسين كنوع من الديكور فبما ان هاد الحجر كيتحمل الماء يعني ما كيتقطرش بالماء فغيكون حل امثل انه يكون في هاد الديكور من هاد يكون فيه واحد الجمالية وبناء انه كيدوم سنوات عديدة ده ما كيتقطرش بالماء وبالاشعة دي الشمس اللي كيكون معرض لها هاد الصور بنسبة لها هاد الصور همشى كامل هكا بهاد الشكل نقرب بكم من هاد اللون دي الحجر باش تشوفوه اكتر فهو تيجي ديكور ديالو زوين خصوصا الى توضع كنوع من ديكور يعني ما يكونش الحائط كامل بهاد الحجرة كيكون مزيج ما بين هاد الحجر وشي سباغة او اندوي فاساد خاص بالواجهات كيكون مقاوم للماء هو ما تكونش عندهم مقاومة اكتر من الحجر ولكن ممكن مع المدة نبقوا نغيرو هاداك السباغة يعني نعودو نصبوه مرة اخرى وبالنسبة لحجر طبيعي فرات يبقى مدة طويلة يعني ما كيتقطرش بالاشعة ديال الشمس وبالحرارة وبالرطوبة سورة المرن والديكور اعجاب كثير من الديكور سوف نرى الصور الداخلي كيف تخدم بالحجارة الطبيعية. سوف نتسف على الجودة التصوير. ولكده سوف يكون لكم الشكل الحجر وكذلك الفينيسيون. شوفوا معي الفينيسيون ديال الباقيت الشكل ديالها كيف يدير. يعني دائما الخدمة واليد العاملة هي اللي تلعب دور في النتيجة النهائية. لكن الخدمة هنا سوف تعرفوا الثمن ديال الخدمة ديال هاد الحجر الطبيعي. فبنسبة للمعلم حسن تخدم الحجر الطبيعي بتدائم من 300 درهم المتر مربع. دخلة في هالحجرة والخدمة. وبنسبة الباقيت او المرور فكيت تخدم ب70 درهم المتر لينيار. ودائما نرى على حساب النوعية ديال الحجر اللي اختاريته. الانوان اللي شفتوا معي في هاد الفيديو غالبا انت يتخدموا ب300 درهم المتر مربع. اذا هنه هتشوفوا معي كذلك الصور الداخلي كيفاش تخدم له لا فينيسيون دياله بهاد الحجر. بالنسبة لهذا الجزء اللي في الاعلى تخدم بالحجر الاسود مع الباقيت او المرور. والباقي ديال الصور تخدم بهاد نوع ديال الحجر. كما كتشوفوا معي. ولو انا يجيش شكل نهائي زبين وما يجيش فيه كثرة الالوان. انا هنقرب بكم من هاد النوعية ديال هاد الحجر. وبالنسبة لهاد الحائط اللي كتشوفوا فيه اللي كيتخدم بالحجر الطبيعي. فهو الواحد المشروع السياحي. راه معروفين هاد الاستراحة اللي كتكون فيهم بيسين وكتكون فيهم مقهى وكتكون فيهم مكان الاستراحة. فاختروا انه ميغلفوا هاد الحائط كامل بالحجر الطبيعي نظر المميزات دياله وكذلك الجمالية دياله. غدا نقرب لكم الصورة ديال هاد الحجر الطبيعي اللي تخدم بهاد المكان. باش هكا تعرفوا عليه كتر وكذلك تشوفوا النوع ديال الباقيت اللي تخدم به هاد الحائط هو واحد الباقيت اللي مختلف على النماديج اللي شفتوا معايا في اول الفيديو. مدهنا غدا نخليكم تابعوا هاد الصور من هاد المكان باش كدلك تاخدوا افكار اكتر على الانواع والاشكال ديال الحجارة. وكنت سنا دائما تشجعت ديالكم باللايك الفيديو فضلا وليس امرا. لعندكم اي سؤال او استفسار خليوا لي في التعليق وان شاء الله نجاوبكم. وما تنسوش لك انسوا اول مرة كتشوفوا القناة تشتركوا فيها وضغطوا على الجرس باش تبقوا دائما توصلوا بكل فيديو جديد. في الاخير دمتم في رعاية الله و الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر